بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ازايكم يا جماعة طلاب الصف الاول السنوي معنا النهاردة ومع تصحيح الهمورك الواجب بتاعنا على يونت 9 الوحدة التسعة يبدأ الكذف number one the suffix كلمة قبل كلمة في فيديو السابعة نكمل suffix وكمل prefix قلنا ان prefix prefix هي عبارة الصوابق التي تصبق الكلمة لتغير معناه مثلا لو عندك مزايا كلمة happy حطت عليها prefix السابقة اللي هي on فبايت هنا unhappy يعني غير سعيد يبقى on هو مقطع prefix سابقة تضاف على كلمة في اللغة الإنجليلية تغير معناه اما suffix اللي هي الكلمة الموجودة قدامنا بنا النهاردة لدي كده suffix معناه اللوحق اللوحق يعني عبارة عن مقاطع أيضا ولكن تضع لاحقة تضع بعض الكلمة لتغير معناه زي مثل كلمة encourage يشجع فانت تحط على كلمة mint فتبقى encouragement تبقى التشغيع فمنت اللي تضافت على كلمة encourage غيرت المعنى بتاعه دي بقى اسمها ايه suffix يبقى prefix هو سابقة تسبق الكلمة لتغير معناه والsuffix هي لاحقة تضع على الكلمة او بعدها لتغير معناه فهو بيقول هنا the suffix turns the verb يغير الفعل feel إلى اسم اللي هو اللاحقة ure عشان تبقى failure الفشل failure الفشل يبقى ما حطينا ure اللي هي اللاحقة اللي هي الصوفيكس على الفعل fail فغير المعنى للفعل إلى الاسم فبدلا ما يبقى الفشل بقى failure الفشل number two in different not pupils don't only learn مش بس بتعلموا بضيدوا أكثر بذلك بعملوا أنشطة كمان يبقى في مختلف المدرسي بسكول number three not includes learning different subjects بتتضمن تعلم مختلف الموادة الدراسية in addition to بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة يبقى دوت التعليم الدراسي أو التعليم المدرسي schooling وهي كلمة uncountable لا تعد number four these students الطلب الدول are careless مهملين الغاية and need to be ولابد أن يتم وضعهم تحت السيطرة يبقى keep under control the expression تعبير keep under control يعني يضع تحت السيطرة number five in conclusion وفي النهاية أو في الختام they were deforted الطلعوا after their great laugh بعد قصة حب كبير number six at last وفي النهاية they could تمكنوا من الوصول إلى حل إلى مشكلتهم يبقى reach a solution يعني يصل لحل المشكلة seven when i say something عندما اقول شيء she'd always say the not me دائما ما تقول ما يخالفني يبقى she'd always say the opposite okay okay me okay number eight i along with you have said يبقى انا أطفق مع ما قلت يبقى i okay will go with you have said i will go with you have said number nine your talk الحاج يثبتعك is right سواب كل حاجة and i agree with it when أطفق معا i not agree more i couldn't agree more number ten mr and mrs employed to teach وظفوا okay mean to teach their children عشان تعلم ابنهم أو أطفالهم في البيت يبقى وظفوا governance فكلما governance معنى مربية في المنزل للتعليم okay نغير صفحة هنا في number 11 هلا never knew عمرها ما عرفت her parents because she is لأن تلو عمرها an orphan اللي هي يتيمة 12 12 my son started last September يبقى started school الدراس لأنك بتقول هنا الدراس okay number 13 he not the horse and you can now ride it safely يبقى هو okay schooled school معنى هل هو يعود يعني أو يدرب أو يعلم يعني schooled the horse and you can now ride it safely وممكن الوقت يترك الحصن بمنتهى الأمم number 14 servant is synonymous synonymous يعني هي تعطي نفس المعنى الكلمة synonymous اللي هو المعادف with تعطي نفس المعنى لكلمة servant بتساوي هنا okay كلمة attendant okay فكلمة attendant تعامل أو خدمة كلمة servant 15 this man looks يبدون هذا شخص looks stranger I haven't seen him before شكلو stranger stranger يعني شخص غريب عن مكان شخص غريب عن مكان 16 this man okay is a not I haven't seen okay him before a stranger I'm sorry هنا stranger هذا شخص غريب هنا this man looks يبدو اما فوق كاتب a stranger شخص غريب شخص غريب لكن طالما هنا مفيش الارتكال الاداة اللي هي a يبقى يفعش أقول هنا stranger وبالتالي يبقى أنا محتاج إلى الصفة looks strange يبدو غريبا يعني غير مألوفا لي يبقى مرة تانية this man looks strange يبدو غريبا يعني غير مألوفا لي لم أرهم من قبل وهنا 16 this man is a stranger شخص غريبا وهنا اسم okay number 17 on one hand okay من ناحية he will get a loan سيأخذ كارد من البنك and on the other hand ومن ناحية أخرى he will pay all his debts سيتفع كهم الديون يبقى on the other okay 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 تشوف الوزل اللي بعد كده 18 she has night classes هي عندها بعض الفصول okay الليلية يعني بعض الفصول okay اللي هي بتبقى okay بالليل night classes بيتم التدريس فيها زي كورسات أغيره not she works in a bank بالاضافة كمان ان هي بتعمل في بانك كيبه in addition الفرق ما بين in addition to in addition to المنتهيب to بيجي بعدها النون الاسم او بيجي بعدها during ing اما in addition بس دي كده بيجي بعدها جوملة كاملة هي she works in a bank okay number 19 she could not own well with all the students هي تستطيع أن تتواصل بمنتهى البساطة مع كل الطلبة لأنها طبعا sociable يعني اجتماعية يبقى get on well اللي معناها okay يتواصل okay مع الاخرين بمنتهى السلاسة والبساطة get on well 20 a good education التعليم الجيد always bring success دائما ما يجلب okay لنا النجاح in a student's okay life في حياة الطلبة فيما بعد يبقى in a student's later life later life يعني الحياة اوكي اقال ما او اتالي later life number okay 21 stem subject اللي هي science technology engineering والماس can be an important to good job يبقى can be an important ممكن تكون an important mean وسيلة جيدة okay an important okay sorry bridge okay كبري او جسر جيد للحصول على وظيفة جيدة okay او memory يعني يلصلك للحصول على وظيفة جيدة طبعا مصلاح ما تكون تحضرك هتقول مين استبعي التالي لان انا عشان اقول وسيلة يبقى انا محتاجة يا جماعة نهتب هنا means okay لان وسيلة وسائل اللي اتنين سواء مفردة او جام هي means عشان كاتراجات بسرعة واخترتين bridge okay number 22 this course suits students الدعوة التاليبية بتناسب الطلبة of all okay من كل القدرات او ذوي جميع القدرات او مختلف القدرات يبقى okay 23 there is okay a clear increase هناك زيادة واضحة يدا in the number of successful students في عدد الطلاب الناجحين كدابين طلع the word increase كلمة increase هنا in the sentence is the synonym هي بتدي النفس معنى او مرادف لي okay زيادة يبقى نمو يبقى girth okay number 24 which of the following prefixes أي من prefixes اللهم بقى الصوابق he makes the antonym ممكن تديك المضاد لكلمة kind أكيد kind لو حطنا أبلها un هتر أديد المضاد يبقى unkind الوطيب الرد طيب الراطوف 25 it is the job of teacher إنها لوظيفة المدارسين to not students and you doresوا للأولاد okay او الطلبة يبقى educate ليه معنى يدارس أو يعلم 26 he is well not he attended an international school فهو okay كان في مدرسة okay international دولية before joining the American university قبل أن يذهب إلى الجامعة الأمريكية يبقى أكيد he is well educated يعني متعلم تعليم جيد well educated ممكن أستدلم well مع educated هي متعلم جيدا وتعطى على الصفة 27 she was born into هي ولدت لدى a wealthy family عائلة سرية and was well okay and was well okay ed u educated أمسح يالله دينا 28 28 his new employment البوظيفة بتاعته جديدة is very profitable يعني مربحة للغاية he not have money out of it يبقى he earns يربح المال منه earn معنى يكسب أو يربح مال أما gain معنى يكتسب معلومات أو أشياء معنوية 29 she was born into a wealthy family هي ولدت فيها إلى ثرية اللغاية and received وحصلت على تعليم جيد تعليم يعني نعيز اسمه يبقى good education 30 and not old girl بنت عمرها ثمانية سنوات طبعا احنا كلنا نعرفين ترك الخلقة بتاعت the hyphen اللي الشورت دي كده اوكي زي ما نتو شايفينها وبالتالي احنا اكيد اما نيجي نختار الكلمة لابد من مراعاة ان العدد لا يؤثر على اسم اللي بعد يعني مثل الشي eight years وبالتالي بنا اختار هنا an eight year old girl يعني بنت ذو ثمانية أعوام 31 she behaved badly هي تصرفت بشكل سيء جدا with her teammates مع الزميلها في الفريق and as not she was fired as consequences وكنتائج لأفعالها she was fired تم تعرضها من الفريق 32 he has a good education خلاص حالينا واحدة زي قبل كده 33 which of the following is the anthem of cruel أي واحدة من هؤلاء الكلمات anthonym يعني تدي نفس المعنى of cruel لكلمة قاسي يبقى أنت محتاج هنا كلمة sorry أنا قلت هنا نفس المعنى هي anthonym اللي هي معنىها المضاد وكي وبالتالي merciful اللي هو قلبه مليء بالرحمة merciful رحيم okay number 34 those who never work hard هؤلاء الذين لا يعملون بجدية will achieve nothing لن يحققوا أي شيء في حياتهم but not in life and work غير الفشل في حياتهم وعملهم يبقى failure number 35 those who never work hard هؤلاء الذين لا يعملون بجدية will not in life سيفشلون يبقى fail نتنالي الصفحة okay اللي بعدها 36 there is a clear increase هناك زيادة واضحة in the number of successful students the word increase احنا كنا حلا مع بعضها بكذا okay بس هنا طالب in the sentence antonym هي المضاد لكلمة okay يبقى مضاد لكلمة okay increase يبقى عكسها النقصان وبالتالي ب decrease number 37 is the woman who teaches children in their home اللي بتاع الموت في البيت يبقى احنا منسميها okay governess كلمة governor دي معناها حاكم 30 او محافظ او محافظ محافظ المنطمعين او حاكم المنطمعين 38 not is a person who works for people شخص بيشتغل لدى الناس in their house في بيوتهم يبقى ممكن لا يكون مثلا خالم servant 39 i not touch with all my primary school okay friends يبقى ممكن مثلا okay i kept touch with all my friends kept touch with اللي هو انا عالتصال بكل الضقاء okay my primary school okay مع مواجعتها okay مع مواجعتها okay المفوض تبقى مخدش بالي هنا اللي المفوض هنا لازم يكون keep in touch اللي هو يبقى عالتصال معه ولكن طبعا احنا اوكي ده خطأ فاحنا بنمساح المرة تانية بنحط مكان لإجابة الصح هو هنا i lost touch with okay i lost touch with all my primary school friends يعني انا حلاص لم اعود اوكي على علاقة لم اعود عالتصال باصدقاء المرحلة ابتدائية اوكي يبقى انت رغعت عن كبت بسبب عالم with in keep in touch with okay لكن هي lose touch with من اللي خفق her in number 40 the course she had الدورة الربية اللي هي حصلت عليها online يبقى she had done online ليه done do do a course إلي هم معنا يقوم بداوة تدير بي number 41 she refused that job هي رفضت الوظيفة she was التي عرضت عليها يباش she was offered عرضت عليها 42 it would be not if you look for another job سيكون الأضل it would be bitter لو أنت بحست عن وظيفة أخر 43 to be not means to be unkind and hurting others إلي انت تكون cruel قاسب أنت كذا بتئذي الآخرين أو غير طيب معهم 44 not is a child طفل whose parents are dead أهل ماتوي بأن orphan لو طفل يتيم نتنقل لي بج الصفحة اللي بعدها 45 not is a servant who looks after the house بتاعتني بالمنزل أي بكذا دي الهوسكيبر 46 is of someone شخصة that you don't know لا تعرفه or someone in a new and if unfamiliar place أو مكان جديد أو غير مألوف يبدأ بنسبة لك الشخص دوت stranger غريب غريب عنك يعني 47 not school is a place where children live and study يعيشوا فيه الأولاد ويدرسوا إذا ممكن يكون boarding school اللي المدسة الداخلية 48 because of my broken leg بسعب رقلي للنقصر I know a taking part فاتني أو لم أستطع المشركة in a lot of matches يبأ هنا I missed taking part فاتني ذلك number 49 Egypt has achieved حققتك كثير a lot the last decade to all okay العقد الماضي أو العشر السنوات الماضية يبأ over the last decade okay بعدنا قال okay للشرحة البعض وبعد كده كده بدأ معنا grammar number 1 by the year 2004 قبل عام 2004 my wife زوجتي her university status كانت قد أنهت okay دراسيتها جمعية حدث أول وبالتالي محتاج هنا إلى had finished number 2 I decided to water the tree cart and okay just okay after not it بعد okay ما زرعتها على طول لاحظنا ما فيش فاعل بعد after يبأ نستدم الفرب plus ing planting لو كان في فاعل هقول after مثلا I had planted it okay number 3 the secretary lifted the office okay غضرت المكتب after بعدما كتبت المفضل she had typed بس ما فيش شي يبأ typing out والفعل مضف له ing number 4 before the hiding قبل بناء يبأ مفيش فاعل بعد before يبأ استاد المجرنت building five Mr. Ahmed put a car اشتغر بها after he not how to do بعدما تعلم أولا يبأ حدث أول يبأ had learned number 6 they not by the appearance of the rich man يبأ خذ عبوسة مظهر الشخص الغني وبالتالي خذ يعوه مبني للمجمه اللي يعني verb to be مع التصريف الثالث أتمنى تكون شفت الفيديو بتاع البسيس الماضي البسيط يبأ هنا we are deceived طبعا في اتنين we are deceived يبأ هنا اوكي ياب نعمل عليهم لكن we are deceived we are deceived خذ يعوه number 7 hundreds of crimes مئات من القرائم حلت مبني المجمول يبأ we are solved number 8 do you think هل تعتقد ان the character in the story ان الشخصير الفقصة دي مبنية او بنية يبأ بنية مبني المجمول يبأ was aware مع تصريف الثالث was pissed number 9 she not off forging money يتهمت بتزوير المال يبأ اتهمت مبني المجمول يبأ was accused number 10 this picture is already rose he met مبني المجمول يبأ was painted number 11 the pass to be is not down suddenly تعتلى فجأة امس تعتلى من تلقاء نفسه مش يحدر والله طبع يعني يبأ broke down okay broke down طبعا اللي هي broke اسيبك من طلب يدي لو مزعلك الشيء اهي يبأ broke حلو كلام number 12 galliver's travels رحلات galliver ودي قصة ان شاء الله اوكي كان من مفتاد انك تدرسها في ثانية سنوية قبل تعديل طبعا المناهج not by charles dickens كتبت plus charles dickens a long time ago بس دي معلومة غلط هي مش charles dickens اللي كتبه ولكن شخص اسمه johnson swift هو كاتب اوكي من اب ايرلاندي اوكي وام انجليزية المهم كتبت يبأ مبني المجمول was written متبليش بقي اس جامعة دي مش اس جامعة ده هو اسمها gulliver's travels ولكنه كتاب واحد يبقى كتاب الواحدة كوتيب يبقى was written حلو كده نتنقل لي البعض نحب الناس كده تبقى مركزة كده بتستفيد number 13 hardly شرحتها اوكي في الفيديو الاخير hardly had he reached the island بمجرد ان الرضاية الجذيرة حتى وجد نفسه وحيدا يبقى hardly had he reached the island اوكي when hardly when اوكي انت بتحفظ بقى no sooner than hardly scarcely when number 14 jain to go out until idly fell ill يبقى لم يكن يسمح لها يبقى لم يكن يسمح لها يبقى لم يكن يسمح لها يعني مبني للمجهول يعني وزور مع التصيف الثالث فوق wasn't allowed number 15 it wasn't not he had written the house the horse written the horse يعني لم يكن يركب الحصان that it threw him to the ground حتى اوكي قام الحصان برميه او القاءه او طرحيه ارضا يبقى لم يكن يفعل ذلك اولا يبقى it wasn't until لم يكن يفعل ذلك it wasn't until فيها جماعة مجموعة من الرابط اوكي هي للعلمي بالشيء بس مش اكتر بس لا مهمة برضو اوكي انك تاخد فكرة عنها اللي هو it wasn't اوكي until وفيها عندك برضو it was only when الرابط دي يا جماعة ما هي صعبة لحظة والله هي زيها بالضبط زي hardly or scarcely ونصونر فلو انت افاهم hardly or scarcely ونصونر يبقى دي بنزل بك مفيش اي مشكلة فهي معناها لم يكن ان بس بعدما بيجي بقى مع نصونر than وبيجي مع hardly or scarcely when لقد بقى بيجي معهم that اوكي هعلم عليها عشان تبعدها اهي it wasn't وانا كملتها until وفيه ذات تاهلة بيجي هنا حدث اول ماضي تم وبعد كده حدث ثاني ماضي بسيط نابر 16 مستر شريف بوت اكار اشترا بيها after how to drive بعدما تعلم يبقى after learning how to drive 17 we not aswan many times صافرنا اوزرنا اسوان اكثر من مرة but last winter الشيط اللي فات we enjoyed ourselves more than ever يبقى كنا صافرنا اسوان اكثر من مرة يبقى نحنا منحدث هنا عن حدث اول we had visited number 18 i had my lunch تناولت غذائي after that وبعد ما تناولت غذائي ذهبت الى النوم يبقى i went to bed لكن للامانة كان الافضل اللي احنا كنا نلاقي هنا يا جماعة بدل هاد بس مفوت ب i had had my lunch الترتيب ما هوش خطأ ولا حاجة لكن كان الافضل يبقى i had had my lunch تناولت غذائي اولا after that وبعد ذلك i went to bed number 19 ثلاث of machines الف not produced before the factory was closed تم انتاجها قبل ان يغلق المصنع يبقى تم انتاجها اولا يبقى مبني المجهول وماضي تم يبقى had been number 20 not taken two aspirin بعدما اخذت اثنين من aspirin الواد i felt a little bit ارتحسنت قليلا او افضل يبقى having لان having واشرحنا في الفيديو بتاع الشرح ان having دائما بيجي بعدها past participle اللي هو التصويف الثالث للفعل مش ها ولاد اما فوق ابن 21 by the time she was 14 قبل ان تبدو من عمر 14 عام her father والدها كان انفق كل ماله يبقى حدث اول يبقى had spent نمسح الجزء ده ويتنقل لي الشريحة الى بعدها 22 before on the machine قبل ان يفتح الالة he had read the instruction كان قد كرة التالية ما تيبقى switching لان مش فاعل بعد before 23 last week we sold our car بعنا عبية بتاعتنا we not ate since i was a student كانت موجودة عندنا منذ انا كنت طفل يبقى موجودة عندنا حدث اول يبقى had had number okay 24 i had my lunch تمال تغطي after that وبعد ذلك i went out with my friends نفس البول اللي حتشوفنا من شوية ونفس الفكر خلاص ونفس التصليح اللي هو had had number 25 the cops الفناجين were dropped سقطت اردن and broken by her وكسرت يبقى broken مابني المجمول dropped تصفتت وbroken تصفتت 26 fortunately لحسن الحظ we found the mobile لئنا mobile and the money والمال اللي احنا كنا فقدنا يبقى حدث اول had lost 27 لان فقد الحاجات كان اولا يا جماعة 27 the thief was taken to prison اخذ على السجن after not by the police بعدما قبض ولا بعدما قبض عليه هتقول لي قبض عليك يعني مبني المجمول تمام؟ مفيش فاعل يبقى استاد المجمول فعندي ذا وعندي ذا استاد الم ايه arresting هيبقى قبضة لكن being arrested هتبقى قبضة انا عايز بقى المبني المجمول دا ما انتعفين يا جماعة عن المبني المجمول دا عبقى عن verbo to be مع تصفت 28 allowed noise دوشة او ضوضاء صاخبة not us up during the night ايقظتنا ايقظتنا يبقى ماضي walk okay number 29 the bank had not before the police arriving يبقى البنك it's Sarah مبني المجمول يبقى been robbed number 30 the play المصحية عرضت بدون فواصل يبقى عرضت مبني المجمول يبقى was performing 31 علي نوات at the party yesterday علي لم يرعى في الحفلة أمس يبقى لم يرعى مبني المجمول was where my specific wasn't seen 32 he missed the bus هو فاته الوتوبيس because he not applied لانه صحة متأخر صحة أولا متأخر يبقى had got that مع تصفتات مالي تام 33 as soon as he had arrived home بمجرد أن عاد المنزل أولا فتح التلفزيون الثانيا يبقى حدث ثاني مالي بسيط يبقى تشت كلام جميل مفوش حاجة جزء اللي بعده 34 when i know at home that evening أنما عدت المنزل هذا المساء my parents had gone out لأيت والدي كان خارج يبقى إذا اوكي عدت ثانيا لأنه خارج أولا يبقى مالي بسيطة مالي بسيط كم 35 hardly had the singer finished بمجرد أن أنهى المطرب مطرب الأغنية بتاعته هو أن كل الفانس بتوعوا اللي هما المشجعين بدأوا يهتفوا يبقى it cheered لي cheered عشان had the singer finished ده حدث أول يبقى أنا محتاج هنا حدث ثاني مالي بسيط it cheered الله 36 having يبقى بعدها تصفيت الثانية يبقى having done 37 i had finished the report خلصت التأريدة after that وبعدما كنت خلصته أعملت إيه ثانيا حدث ثاني هو i it to the manager أعطيتهم يبقى give 38 he not to prison هو ذهب للسجن because he had committed لأنه التهم because he had committed لأنه ارتكب several crimes عادة كبير من أو العديد من القرم يبقى ارتكب أولا وذهب للسجن الثاني يعني يبقى أنا محتاج إلى حدث الثاني went لازم أفهم كده 39 علي looked tired this morning بدأ متعبا هذا الصبح because he not well لأنه لم ينم أولا جيدا لذا hadn't slept أنا بحلم معاكم على الفكرة بشكل مباشر بشكل مباشر يعني ما بحضرش حاجة أنا بحلم عطل كده تلقائي مع الطبرة نمبر 40 ليلا ليلا not late for school because she had missed the bus ليلا كانت متأخرة على ما دعسها لأنها had missed the bus لأنه فاتها التوبيس أولا يبقى إذا فاتها التوبيس أولا وتأخرة ثانيا يبقى عايز مضي بسيط مضي بسيط مضي بسيط أهو 41 41 Before I know the map قبل ما أدرس الخريطة ذي كويس I had never known مكتشعف أصلا إن في إنجلترا إن إنجلترا ذي was so small زغيرة أو كده وبالتالي يبقى قبل أن أدرس مضي بسيط حدثين يبقى أستاذ نمبر 42 Had never been outside إيجبت عام ومخرج برمس before he not to Rome قبل أن يذهب إلى روما يبقى إذن لم يذهب أولا برا مصر قبل أن يذهب إلى روما ثانية يبقى إذن نمبر 43 When we not down for our rest عندما جلسنا عشان نرتاح كده We had already ووقت وكنا مشينا فعليا حدث أول 15 كيلو وبعد كده رتحنا ثانية يبقى أنت عايز الماضي set يجلس الماضي منها set الجمال ذات نرجع ثاني ومعنا 44 The ground was very dry الأرض كان جافة للغاية because it not for months لأنها لم تنطر أولا لعدة أشهر يبقى hadn't trained أي أعد ضوء عليها 45 هون طارق سوء أحمد أما طارق شاف أحمد He remembered تذكر that the note before أنهم قد تقابل من قبل أولا يبقى had met 46 منال نقطهم late عادت للمنزل متأخرة So her cousin عشان كانوا لدعمها had already left كانوا وغضروا أولا قبل أن تعود ثانية يبقى أنت عايز الحدث الثاني يبقى arrived 47 What had you done إه اللي انت عملت You came to school this morning قبل أن تذهب إلى المدسة هذا الصباح يبقى before لحتك استدمت before عشان كم حدث ثاني و had done حدث أول 48 Where not before you moved to your home أين كنت تعيش قبل أن تنتقل إلى منزلك يبقى Where had you lived وعلى فكرة أيضا Where did you live صح بس أنا أستاذ مهنا had you lived عشان يكون في ترتيب أحدث أين عشت أولا قبل أن تنتقل إلى منزلك الجديد ثانية عشان الطلبة تزعم أمري الله 49 He not to prison because he committed حلناها يبقى هو وار أرسلة إلى السجن لما ممن مرغول يبقى was sent 50 When she went out to play أما خرجت عشان تلعب شوية She not already done her homework كانت عملت واجبها الأول يبقى هاد فش حاجة التفاهدي 51 Not here homework she went out to play بعد ما خلصت واجبها يبقى having done جميل أول 52 He not to sit down لم أسف لم يسمح له بجلوس until he had a dress إلا بعد ما اعتذر لم يسمح لم يسمح ده مام المجهول ضم الأول فتح مع قبل الآخر يبقى was the way مع تصف الثالث يبقى was not allowed شكرا درس عربي كمان هو يعام ضم الأول فتح مع قبل الآخر 53 53 أحمد was crying كان يبكي because he not over لأنه اوكي تعثر يبقى تعثر أولا وعادي عاية ثانيا اوكي يبقى had fallen اوكي اوكي الشويحة اوكي اللي بعدها اوكي هناخد جوز داوت وبعد كده هناخد فاصل كده عشان ما يبقاش الفيديو أطول من كده اوكي يبقى لعبوا تنس play tennis they began at 10 o'clock بدأ في الساعة العشرة and finished وخلصوا at 11.30 before that قبل طبعا ما يرحوا يلعبوا they had brought كانوا أحضروا معهم everything كل شيء they might need جايز يحتاجوا وين they finished وما خلصوا اللعب they went to ذهبوا لزيارة their aunt number two Dennis stopped smoking توقف حتى تدخين من سنتينك two years ago he was a heavy smoker هو مدخن شرح he used to smoke كان بيدخن المفتري to smoke 40 cigarettes 40 cigarettes في اليوم يعني أكثر من علبة but now he not ولكن الآن هو لم يعد يفعل ذلك يبن ممكن أقول but now he doesn't ولأ قلت but now he stopped برضو صح he stopped okay he wants okay لأنه ذا تمرة ممكن مثلا here دسمع soo chef watched شاهدة listen to a doctor speaking about smoking bad effects okay stop here وعافينا عشان الفيديو ما بقاش طويل وهكمل في الفيديو جزئتين goodbye